أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في الفقرة الرئيسية في هذه الحالة وحضراتكم تعودتم معنا من 26 إبريل عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني إن في هذه المنصة هناك دائما وفي كل حلقاتنا في الخامس والجمع هناك مكان للحوار الوطني وكن تشرفنا في الأسبوعين الماضيين باستضافة الأستاذ الدكتور علي الدين هلال مقرر العام للمحور السياسي والأستاذ الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي حضراتكم عارفين عندنا ثلاث محاور الحوار الوطني دول اتنين والمحور التالت وهو المحور المجتمعي وهو من أهم المحاور بيشرف عليه المقرر العام المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب الأسبق ورجل العام قبل ما بقى وزير وبعد ما بقى وزير هو موجود في الحياة العامة بشكل يعني كسيف للغاية وإيجابي للغاية ومعطاء للغاية وإحنا منرحب بيه معانا نهاردة في الاستوديو شكرا يا دكتور دياء والله شكرا شرفنا شرفنا شرف كبير يعني الحلقة السياسية السيدة المقررين بعموم التالت شرف كبير يا دكتور دياء ربنا في أصحاب تلك مهندس خالد يعني أنا اللي قلته حقيقة أنا عارف مهندس خالد موجود في الحياة العامة مش مرتبطة بمنصب مش مرتبطة موجود وبتصل بكل الأطراف الحالة اللي سيدة الرئيس تتكلم عنها في مصر يعني سيدة الرئيس تتكلم على القوى الحزبية والشبابية ومهندس خالد موجود في الاتنين وتكلم على وده من الأشياء المتمسة جدا مع يعني خبرة حضرتك إنه إنه وجه توجيه إدارة الحوار لإدارة مؤتمر الوطني الشباب واللي هي فوضة الأكاديمية الوطنية اللي هي برضو الشباب والشباب والقوى الشبابية كانت القوى التانية مخاطبة في مقاله الرئيس هل شايف الاتمام ده بالشباب وانت صاحب الصبر التبير فيه بالله الحقيقة يعني عشان بس يعني نرجع الفضل للأصحاب يعني هو سيدة الرئيس هو الأول ما بدأ موضوع المؤتمر الوطني الشباب مزبوط وده كان في دعوة في 9 يناير 2016 في دار الأوبرا مزبوط وكانت فعلا برضو كانت يعني المقصد الأساسي منها هو يعني حوار شامل لجميع القضايا الحالة في ذلك الوقت وقال ان احنا هنبدأ بحوار مع الشباب في جميع المحافظات وعلى جميع المستويات ثم ننهي هذا الأمر في نهاية العام بمؤتمر شامل وده اللي تم في شرم الشيخ في آخر شهر أكتوبر عام 2016 فهي الفكرة الحقيقة دايما مرتبطة بالشباب ومرتبطة بالدني مكيه ومرتبطة بانه دايما بيبقى فيه في حالات الحوار حالات حماس وحالات أفكار جديدة وإبداع جديد وقراء حرة فموضوع يعني ربط هذا الأمر بالشباب أنا شايف انه هو بيدي شكل من أشكال الحرية وشكل من أشكال التغيير وشكل من أشكال ان كل واحد يقول رأيه ويبقى فيه اختلاف في الأراء وفيه محاولة من الجميع انه هو يحاول يوصل لتوصيات ومقترحات جيدة لمصلحة الوطن في الآخر يعني طيب فيه مؤتمر تاني البعض شايفها والبعض الآخر بشايفها قوي فيه بتعلق بالشباب في مصر الآن انه احنا من ساعة مؤتمر وطني الشباب من ساعة برنامج رئاسي لتأهيل الشباب ثم الأكاديمية الوطني للتدريب عندنا كدر انت اختلف معاه سياسيا وتنسقية الشباب الشباب الأحزاب والسياسيين تختلف معاه تتفق معاه في توجهه السياسي في توجهه الفكري في عدم وجود توجهه الفكري أو سياسي لكن اظن انه المنصف هيقول انه فيه عجينة جديدة من الشباب دلوقتي هل ده وصف صحيح؟ الحقيقة بمنتال أمانة أنا شايف يعني ما حدث مع الشباب خلال الخمس ست سنوات السابقة الحقيقة كان فيه تركيز وكان فيه يعني صدق وإخلاص فعلا في انك بتحاول تجهز مجموعة من الشباب للمستقبل وفعلا برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب كان فيه مجهود كبير أو يبوزل في المستقبل وموضوع تنسقية شباب الأحزاب فيه شباب متميز جدا يعني منح الفرصة سواء على مستوى التنفيذي أو على مستوى البرلماني على مستوى التشريعي فالحقيقة أصبح عندنا دلوقتي مجموعة كبيرة من الشباب في قطاعات مختلفة تم تأهيلها بدرجة معينة وكان مهم قوي موضوع التأهيل وموضوع التدريب وموضوع الأكاديمية الوطنية فالحقيقة بدأ النهاردة يعني فيه ثمار شوية لهذا المجهود اللي بوزل وده أنا ملاحظه جدا دكتور دياب بأمانة شديدة جدا في الأمانة الفنية الخاصة بالحوار تحية ومنتهى الصدق يعني أن الشباب اللي متولي الأمانة الفنية وخاصة الشبات الأغلبية بالشبات وخاصة الشبات ونشكروا مع الهواء الحقيقة تحت رئاسة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني للمسجر محمود فوزي في منتهى الصدق والإخلاص يعني أنا شفت قطاع كبير جدا من الشباب بيتناقش في أمور كثيرة جدا بيجمع كل المعلومات بيعني بيقعد مع الرؤساء اللي جان والرؤساء المساعدين ومقرر المحاور المختلفة عندهم يعني انضباط شديد جدا عندهم فكر كويس قوي عندهم تحليل منطقي جدا للأوراق اللي موجود عندهم استيعاب للموقف الحقيقة فيعني ده ما جاش من فراغ الحقيقة إنه ما جاي من خلال تدريب استمار لعدة سنوات يعني طيب حستكمل الوش التاني للشباب باللي حصل في الحوار الوطني واللي حصل هنا في هذا الاستوديو إنه الحوار الوطني وحسب ما أعلن الرئيس ودعا إنه للحوار وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن أي نوع من القضايا وإنه يعني لابد من دعوة الجميع عدما يعني تلوسة أيديهم بالدماء ودعوا إلى العنف في هذا المكان أتى شباب بعضهم كان خارج من السجن بعضهم كان آتم من الخارج وهم في معظمهم يعني كنا نتعمل هذا النأتي بالشباب الذي يصنف كمعارض وهناك شباب آخر القرارات السيد الرئيس في مطلق بالعفو عن المحبوسين حتى الآن حوالي 15 شخص تمتعوا بالعفو الرئاسي وأكتر من 1040 أو 50 تمتعوا بقرارات النهابة العامة بالإفراج عنهم وبالتالي الشباب كده حدوك شايف أنه المشهد بيكتمل قليلا قليلا بإنه شباب مصر بغض النظر عن الانتماء السياسي يعني أنا شايف أن الأمور بتتحسن جدا وشايف أنه فيه فرصة مهمة جدا وقوية جدا وحضرتك عليه على عتقك يعني مسؤولية كبيرة لأن حضرتك فعلا بالمجهود اللي بيبذل وإذا الناس شعرت فعلا بصدق التوجه وشعرت فعلا بإنه سيتم تقديم شكل جديد وشكل صادق وشكل فعلا الهدف الأساسي منه هو الوصول إلى مخترحات وتوصيات يعني تفيد الوطن بغض النظر هي جاي من أي تيار أو أهم إديولوجية أنا أعتقد أن هذا الصدق وهذا الإخلاص وهذا الحرية في تناول أراء الشباب بيشعر بيها بشكل سريع جدا وبيتفاعل معها بشكل سريع جدا وعلى حسب اقتناع الشباب بالجلسات الأولى من الحوار الوطني أتوقع أن الأمور هتبقى تصاعدية إذا شعروا بصدق وحرية وتوجه صادق وحقيقي مش مسألة حاجة هي روتينية بتمر أو يعني بتمر زي ما حصل قبل كده فأنا شايف أن حرك عليك مسؤولية كبيرة جدا بأن حرك المنسق العام لهذا الحوار أنه تستطيع أن تجذب أعداد كبيرة من الشباب إذا رأت فعلا أن الأمور تتجي إلى أحسن ما فيها